السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبتي اليوم ان شاء الله سنجد معكم واحدة لوسيون رائع جدا 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 بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو ديال الزهرة التي تعرفوها وهدرت لكم عليها بثاف القروب هي ظهرات شقائق النعمان او لا بالعمان كما نقول لها باللغة العربية باللغة المغربية اذا كنتظروا الطريقة انا شاركتها معكم في الفيس انا جففته وحتفت به سنعمل لكم به واحد الوصفات رائعة جدا ولكن نستغلش الفرصة ونعمل معكم واحد اللوشون يدرب هذه الأوراق هذه الزهرة هذه اللوشون اللوشون فقط للإشارة هذا الكوكليكو هو الأوراق هذه الزهرة هي غنية بعدة عوامل نشيطة ومهمة للبشرة مثلا بحل واحد المادة اسمتها المسيلاج ومادة اخرى اسمتها اللونتوسيان هذه اللونتوسيان عندهم مميزات الترطيب خطيرة جدا هذه الزهرة هي صديقة البشرة الجافة رائعة جدا وتعطيها ترطيب اللاماتي زائد بالإضافة ل هذه المكونات تكون من فلانوفويد فلانوفويد هي مدادات الأكسادة يعني ما يفعلون هذه الزهرة توقفون لماذا تثير البشرة لأن المرونة لذلك العوامل المدادات الأكسادة سبحانك يا الله فلانوفويدات تقوم بأن البشرة لا يجعل هذه المرونة من هذه العوامل تمشي تسبق البشرة شادة فرصة وكذلك سبحان الله الحاجة التي هي مهمة التي أريد أن نشاركها معكم على حسب هذه الزهرة وهو أنها تحملنا لعسيد إيالوغونيك لعسيد الحمد إيالوغونيك المعروف وهو الذي نشره وهو الذي يحيده النتجاعد وهو الذي يحيده الشباب البشرة وهو المسؤول على الشباب البشرة قبل أن نكمل لكم فقد قمت بإيالوغونيك بشيء على مهارة صغيرة يعني لم يكن من خرجهم من المواد التي نحضر لكم عليهم دابة ومن بعد نزيد الماء الورد الماء الورد المقتر الحقيقي هذا الماء الورد لا يوجد ماء الورد لا يوجد مشكلة يأتي لما تسخنهم جيدا لتحيطوا من الميكروبات وتصخنهم جيدا وتجعله حتي يبرد وتزيدوا عليه 1-5 كاس تقريبا 1-4 كاس على حساب أنه لم يكن من خرجوا حساب أنه لم يكن من خرجوا يعني أخذني زيت الماء لأن هذا الماء هذا رغير فقط يساعد أن هذا الزاكتيف في الوردة يتلقوا لي في هذا الماء داكو أنا تقريبا هنا استعملت 1-5 كاس داكو وكما نستمر لكي نخرج جيدا ذلك العناصر والزيوت والزيوت والزانتيوكسيد التي يوجد في هذه الوردة هذه نكمل البنات كما قلت لكم في هذه العواميل لزيوت في واحد العامل الزوين هو لتانا هذا الورد الأحمر هذا الورد الأحمر حتى لتانا هم مددات الأكسادة وكما نقول لكم مدد الأكسادة يعني هو ضد شيخوخا ديال البشرة كما كذلك يعني تكون من واحد العامل اللي هو لغويدين هذا لغويدين هذا عنده واحد خاصية اللي هو يهدأ البشرة الحساسة كشعل شي يعني أنا قلت لكم هذه الزهرة هي صديقة البشرة الجافة والبشرة الحساسة المنتهيبة البشرة التي تحمرها والتي تحسزها والتي لديهم مشاكل هذه الزهرة بها الطريقة التي نستعمل لكم تكالمي الجلدة أعتقد أن الناس الذين لديهم البشرة الحساسة وفي العديد من المستخلص هذه الزهرة لتحضر بها الكريمات والسرومات والبشرة الجافة والبشرة المعارضة للتجاعد كما تعرفون أن البشرة الجافة هي معارضة لتجاعد لذلك إذا أردت طبنا البشرة نحن نحميه أمامته من التجاعد لذلك هذه الزهرة من بعد ما زدت المورد لي وبدأت كان معسمة جيدة لهذه البيتال لكي نخرج منهم العناصر الناشطة لهم سوف نصفيها الآن كنت أتسجلها مستهدفة لتجاعدة من المدينة لتجاعدة للمورد فى يمثل وعندما فأنت أردت بالمنوع من الورد لكي نخرج من المورد والفعالة تغيير اللون احمر ونحن نستطيع ان نستطيع الوقت لكي نستطيع الوقت ومن بعد الابنات لا تشدوا رشاشة او قريعة خفيفة وكتشدوا هذا الماء وكتشدوا فيها وكتشدوا فيها تحتفظوا بها في تلاجة تبقى حتى الثلاثة او ربع يام هؤلاء دوموا على استعمالها لم يكن تفضلها في تلاجة وكتشدوها في تلاجة وكتشدوها على راحة في 것 وكتشدوها على وجهة وكتشدت موقع الخدم اضافتهم على وجهة تحاولوا ان دهما يدخلكم البشرة العادية تم استعمالوا مع السماء البشرة جافة قبل لا تستعملوا مورد غير الماء كما قلت لكم قبلها الماء سخون و تستعملوا لكي لا تنشف لكم البشرة سيغتوا أنه في المغرب سعيب تلقى مورد طبيعي يعني هذا اللي عندي طبيعي و عارفه يعني مقطر مزيان أما في المغرب يعني من الأحسن أنكم تستعملوا الماء و هانتما البنات يكون عندكم واحد سيروم عجيب و خطير و جربوه و ردو علي الخبار السلام